بعد كده بنبدأ الفصل الخامس اعداد موازنة جارية ورأس مالية الموازنة هي خطة كمية في شكل نادي بيتم اعدادة اقرارة مسبقا لفترة زمنية محددة للوزنة الهدف محدد طيب احنا قلنا الفصل ده عبارة عن موازنة جارية وموازنة رأس مالية الموازنة جارية بتتعمل لفترات قصيرة غالبا 12 شهر سنة مالية احيانا اقل من سنة تتكون من ايه بتتكون من الموازنات الاتية اول موازنة نبدأ بيها اللي هي موازنة المبيعات تعتبر اول نقطة نبدأ بيها في عملية اعداد الموازنة الفرعية هي اعداد موازنة المبيعات دي بتوضح الكميات والقيم لكل منتج متوقع بيبعوا خلال فترة مقبلة يبقى اذا انا ما بعملش موازنة الانتاج الاول لا موازنة المبيعات هي الاول بعملها بعدد الوحدات وبالجنيهات ممكن تكون ربع سنة ممكن تكون شهرية وممكن تكون عن السنة كلها بيتم اعداد تلك الموازنة سواء المجموعة من المنتجات او المناطق الى اخر بنشوف عندي هنا التمرين صفحة 139 بولي توفرت البنات تلاش شركة اكس خلال عام 2011 بتنتج منتجين سين وصاد عدد الوحدات المتوقع بها 10 تلاف وحدة من المنتج سين متوزعة على حسب الفترات الربع سنوية الربع الاولاني 50% التاني 25% التانية 10% الرابع 15% على الترتيب عدد الوحدات المتوقع بها من المنتج صاد عندي 20 وحدة حتنسبها على الفترات الربع سنوية الاربعة 20% 20% 20% 40% سعر البيع المتوقع خمسة جنيه اه وتلاتة جنيه يعني خمسة جنيه للمنتج سين وتلاتة جنيه للمنتج صاد هو عاوز اعمل موازنة المبيعات للشركات فترات ربع سنوية للسنة كلها هعملها اولا لمنتجين كل منتج عمله اه فترات ربع سنوية كل منتج هعمله عن السنة كل الديك الستين الف اللي هي في الصفحة اللي قبلها اه المنتج صاد على مستوى السنة جاكل ستين فيبقى انا عملتها على مستوى المناطق وعلى مستوى الاربعة اربع للايه للمنتجين دي موازنة المبيعات الموازنة اللي بعد موازنة المبيعات يعني بعد ما تنبأ بعدد الوحدات المتوقع بها وبقيمة المبيعات المتوقعة ببدأ اعمل موازنة الانتاج اذا موازنة الانتاج اعملها فدوق توقع موازنة المبيعات بالكمية يعني انا بستفاد بعدد الوحدات المتوقع بها واعتبرها مدخلاتي في موازنة الانتاج من اللي بيعمل موازنة دي طبعا مدير الانتاج بتوضح ايه الموازنة دي بتطلع في الاخر بالكمية فقط ايه هي كمية؟ كمية الوحدات المتوقع انتجها من المنتجات مثلا العام القادم طب اتوصل لها بمعادلة المعادلة بتقول لي ايه موازنة الانتاج بالوحدات او برنامج الانتاج بالوحدات ابارة عن المبيعات المتوقع اللي انا متوقعها في موازنة المبيعات بس بالوحدات زائد كمية المغزون المتوقعة او المرغوب فيها اخر المدة برضو بالوحدات نقص كمية المغزون المتوقعة او المرغوب فيها او المدة بالوحدات ناتج المعادلة دي هيديني في الاخر موازنة الانتاج طب مرتبط بموازنة الانتاج بعد كده على اساس ان انا حديهم في تمرين واحد موازنة المواد الخام موازنة المواد الخام مباشرة بتقول لي احتياجاتي قد من المواد الخام بالكمية وبالقيمة ما بقدرش أعملها ألا في ضوء موازنة الانتاج مخرجات موازنة الانتاج النائية عبارة عن عدد الوحدات المتوقع انتاجها بتعتبر أول حاجة أدخلها في موازنة المواد الخام وأشتغل عليها بعد كده نشتغل عليها إزاي؟ بس هنا موازنة المواد الخام هتطلع لي بالكمية يعني عدد الوحدات المتوقع شرقها من المواد الخام وبالقيمة وقيمتها جميع هشوف أنا عندي هنا تمرين تمريني حاولت أجمع فيه موازنة الانتاج وموازنة مشاريع المواد الخام وده جمعت تمرين 141 143 وعملته طبعا لمنتج واحد وافترطت أن أنا هجيب لك في التمرين المبيعات المتوقع مش هقولك اعمل لي موازنة المبيعات الأول لا افترطت أنا لو عاوزة موازنة انتاج موازنة المواد الخام هجيب لك من معطيات التمرين عدد الوحدات المتوقع بيعها للعام القادم فهيقول لي وافترطت أن الشركة اكس توفرت لها البيعينات التالية وجيب على منتج واحد بس عشان طبعا ما تطلق باتش منتج سين مبيعات المتوقع الفترات ربع سنوية العام عشرين طبقا لموازنة المبيعات خمس تالف وحدة الفين وخمسمائة وحدة الف وحدة الف خمسمائة وحدة مغزون آخر موضة المتوقع يعرضين في المية من مبيعات الربع الحالي مغزون أول المدة عام الفين وعشرين خلي بالي أنا بعمل موازنة لألفين وعشرين يبقى أول مدة بتاع الفين وعشرين اللي هو كان اخر مدة 2019 عشان انا ممكن اجيب لك اقول لك اخر مدة 2019 يجو الطالب يقول فين اول المدة هو هو اول المدة 2020 مخزون اول مدة المتوقع عندي 1000 وحدة بجيب لك الاول ربع اول عم بس ونشتغل هنشوف نشتغل نطلعه في الاربع في الاربع الباقي ازاي احتاجات الوحدة الوحدة من المواد الخام الوحدة الوحدة بتحتاج 10 كيلو طب مخزون اخر المدة المتوقع من الكلوات بتاعت المواد الخام دي قد ايه 20% من احتياجات الانتاج من المواد الخام بالربع الحال يعني كلوات كل ربع اضربها في 20% ديني مخزون اخر مدة المتوقع للربع طب مخزون اول المدة بقى اول مدة العام 2020 هو هو الممكن نجيبه بالسيغة تانية هو اخر مدة 2019 طالما نطلبة موازنة 2020 يبقى مخزون اول عام 2020 او اخر عام 2019 متوقع عندي 3000 كيلو جرام سعر شرائي كيلو جرام الواحد المتوقع اربعة جنيه هو عاوز موازنتين موازنة الانتاج للمونتكسين لعام 2020 موازنة مشترات المواد الخام بالكمية والقيمة موازنة الانتاج هتطلع بالكمية بس ما بتطلعش بالقيمة خلاص نبدأ نتغل على حامل الاول موازنة الانتاج هحط عندي المبيعات المتوقعة اللي جاية معطيات في التمرين عندي الربع الاولاني 5000 واحدة الربع الثاني 2500 واحدة الربع الثالث 1000 واحدة الربع الرابع 1500 واحدة لو انا جمعتهم على مستوى السنة كلهم كام اذا عدد الوحدات المتوقعة على مستوى السنة هنا بجمع 10000 واحدة بقول زائد المعادلة احنا قلنا مبيعات متوقعة زائد مغزون اخر مدى ناقص اول مدى طيب مغزون اخر مدى عبارة عن ايه قالي 40% من مبيعات الربع الحالش يبقى عندي الربع الاولاني 5000 واحدة مبيعات متوقعة اضربة في 40% يديني مغزون اخر المدى للربع الاولاني 2001 مغزون اخر مدى للربع الثاني 1000 واحدة مغزون اخر مدى للربع الثالث 4000 واحدة مغزون اخر مدة للربع الرابع الستمائة واحدة طب للسنة كلها اخر المدة للربع الرابع اللي هو شهر ديسمبر هو اخر السنة اذا انا ملوني لك يبقى اخر المدة مغزون اخر المدة للربع الاخير هو هو مغزون اخر المدة للسنة كلها اللي هو ستمائة واحدة هقول ناقص بكمل المعادلة مغزون اول مدة انا جايبا لك اول مدة لالفين وعشرين وقلت ممكن اجيب 2020 او ممكن اقول لك اخر مدة 2019 هو هو حطه 1000 1000 وحدة طيب هكمل اللي 4 التلاتة ازاي تعال بص الربع الاولاني مغزون اخر مدة فيه مش اقل مغزون اخر مدة فيه اللي هم طلعوا من الخطوة اللي فاتت 2001 هو هو هيبقى اول المدة للربع اللي بعده 2001 طيب مغزون اخر المدة للربع التاني 2001 هو هو هيبقى اول المدة للربع التالت مغزون اخر المدة للربع التالت اللي هم ربع واحدة هيبقى هو هو اول مدة للربع الرابع طب السنة كلها مغزون اول المدة للسنة كلها لو مغزون يناير اول مدة للي يناير مغزون اول مدة للربع الاولاني هو هو مغزون اول المدة للسنة كلها شاكده انا ملوناهم بلونوح مهم جدا ان انا امشي اوعى تجمع مغزون اخر المدة الصف كله وتحطه على السنة اوعى تجمع مغزون اول المدة للصف كله وتحطه على السنة. ودي الطلبة بيتلغبطه فيها. همسك ربع ربع. عندي ربع الاولاني خمس تلاف زائد الفين ناقص الف. مش المعادلة بتقولك كده? عدد الوحدات المتوقع من مزنة المبيعات. زائد مغزون اخر مدة ناقص اول مدة. هيتيني برنامج الانتاج او موزنة الانتاج او عدد الوحدات المتوقع انتاجها للسنة الجاية. هيطلع عندي ستلاف واحدة. زيه بالزبط عمود اتنين وتلاتة واربعة. وزيه بالزبط السنة كلها. زيه بالزبط السنة كلها. عشرة تلاف زائد ستمية ناقص الف هتديني تسعة تلاف وستمية. هبدأ بعد كده آآ عندي موازنة المواد الخام. هعمل موازنة المواد الخام في دوق موازنة الانتاج. يعني اللي انا طلعت في وزنة الانتاج في الاول. طلع ليه في النتاج النهائية في الموازنة اللي الفاتي. طلع ليه ان في الربع الاولاني متوقع ننتج ستة تلاف واحدة. في الربع الثاني الف خمسمية واحدة. في الربع الرابع الف سمية واحدة. في السنة كلها تسعة تلاف ستمية واحدة. يبدأ بقى جايلي في التمرين. قال لي الوحدة الوحدة محتاجة كم كيلو? محتاجة عشرة كيلو. فبحول من وحدات الى كلوات. هضرب ستلاف واحدة في عشرة. هضرب الالف خمسمية فعشرة هضرب الربعمية فعشرة هضرب الالف سبعمية فعشرة هضرب التسعة تلاف ستمية فعشرة تلعب احتياجات الانتاج بالكيلو من المواد الخام لكل ربع ابدأ اشتغل بالمنافس المعادلة اللي اشتغلت عليها في موازنة الانتاج بس هنا في فرق بقى على حسب ما هو جايب لي مغزون اخر مدة واول مدة قال لي مغزون اخر المدة عبارة عن عشرين في المية من احتياجات الانتاج من المواد الخام لكل ربع يعني همسك الستين الف اضربها في عشرين في المائة داني اتناشر الف همسك الخمستاشر الف اضربها في عشرين في المائة داني تلات تلاف همسك الاربع تلاف في عشرين في المائة داني تمنمية همسك السبعتاشر الف اضربها في عشرين في المائة داني تلات تلاف وربعين طب اخر المدة للسنة كلها عبارة عن ايه اخر المدة الاخر ربع اوه هتمسك الستة واسعين الف تضربها في عشرين في المائة وده بيخطأ فيه بعد الطالبة يبقى اخر المدة الاخر ربع هو اخر مدة للسنة كلها اش كده انا احطها بنفس اللون طيب بعد كده هجيب اول المدة هو جيب لي اول مدة لأول ربع بس 3000 كيلو وانا قلت اول المدة لعام 2020 هو اخر مدة 2019 يعني جايلك اخر مدة 2019 او جايلك اول مدة 2020 هو هو يعني اول المدة يبقى جايب لي اول مدة لأول ربع بس طيب والتلات ربع اللي بقية اخر المدة للربع الاولان 12000 هيبقى اول مدة لربع التاني اخر مدة للربع التاني في اللواء 3000 يجيبقى اول مدة للربع التالت اخر مدة للربع التالت هو اول مدة للربع الرابعة طب السنة كلها هي اول المدة لاول ربع 3000 خلصنا كده ابدأ اطبق المعادلة مسكش من فوق بقى انا مليش راحب فوق من اول احتياجات الانتاج من المواد الخام من اول 60000 اقول 60000 زائد 12000 3000 يديني 69000 الربع التاني 15000 زائد 3000 نقص 12000 اداني عندي هنا ايه 6000 وهكذا واطبق برضو على مستوى السنة كلها 96000 زائد 3000400 نقص 3000 يديني 96000 بعد كده يبقى دي موازنة المواد الخام بالكمية جايب لي سيا شرائي كيلو الواحد باربعة جنيه وانا عندي الكمية 69000 كيلو في الربع الاولاني لما اضرب في اربعة يديني موازنة المواد الخام بالقيمة بالجنيهات يعني 276000 في الربع الاول في الربع التاني الربع التالت الربع الرابع في اخر في السنة كلها هنا بقى ممكن اضرب عادي مفيش مشكلة 96400 في اربعة لان سعر الشراء مش هيتجمع هيديني 38500 يبقى كده خلصنا موازنة المواد الخام وعملناها في ضوء مخرجات موازنة الانتاءة الموازنة التالتة اللي هي موازنة العمل اللي هتعتبر بالنسبة لي اخر الموازنات الجارية يعني احنا اخدنا المبيعات اخدنا الانتاج اخدنا المواد الخام وبالنسبة لي موازنة العمل الموازنة دي بتوضح لي برضو بالكمية والقيمة الكمية يعني عدد العمال مطلوبة بالساعات بتاعتهم بالاجور المباشرة بتاعتهم بحاول ان انا عندي برضو اخد الموازنة العمالة بتعتمد على مليش دعوة بموازنة المواد الخام لأ خلاص خلصة موازنة الخام هياخد من موازنة الانتاج هحولها الى ساعات وبعدين هتديني ساعات العمل المباشرة المطلوبة يبقى دي موازنة العمالة بالكمية هضرب في معدل اجر الساعي يتديني موازنة العمالة بالقيمة فشوف فيه تمرين برضو عندي اللي هو صفحة مية قمسة واربعين بحاول عمل له صياغة بحيث يبقى تمرين امتحان بيقول لي افترض ان الشركة تنتج المنتج سين بيستخدام نوعين من العمالة عمالة مهيرة وعمالة عادية الواحدة الواحدة من منتج سين بتحتاج من العمالة المهيرة تلات ساعات ومن العمالة العادية ساعتين معدل اجر المتوقع في العمالة المهيرة عشرين جنيه في الساعة العمالة العادية عشر جنيه في الساعة برنامج الانتاج او موازنة الانتاج المتوقعة اللي هو عشرين الف على مستوى الاربع تاربع عشرين الف واحدة موزع بنسبة تلاتين في المية تلاتين في المية عشرين في المية عشرين في المية على فترات الربع سنوية المطلوب اعداد موازنة حتى اعمل موازنة العمالة هو قال لي عشرين الف واحدة على مستوى السنة لو انا اضربطها تلاتين في المية ديني على مستوى الربع الاولاني ستلاف واحدة على مستوى الربع التاني ستلاف واحدة على مستوى الربع التالت اربع تلاف على المستوى الربع الرابع اربع تلاف. طيب عندي قال لي العمالة المهيرة الواحدة الواحدة احتاج تلات ساعات عمالة مهيرة وتحتاج ساعتين عمالة عادية. هشوف بقى موزنة العمالة بالكمية او ساعات العمل المباشر سواء العمالة المهيرة او العادية لكل ربع. حمسك ستة الاف اضربها مرة في تلاتة ومرة في ادنيه. اديني تمنتاشر الف ساعة بالنسبة للعمالة المهيرة. واتناشر الف ساعة لنسبة لعمالها العادية في ربع الاولاني وهكذا في الاربع تربع وحاجة عندي على مستوى السنة كلها هجمع عندي اه تمنتاشر الف الم straight80000 والتاني زي اتناشر الرابع التالت زي اتناشر الرابع الربع او ان انا امسك العشرين الف وحدة درابة في التلت ساعات هنا التلت ساعات ما تتجمعش على مستوى السنة كلها ما ما اجمعها ايش. زي ما هي? يديني ستين الف. على مستوى العمالة العادية عشرين الف في اتنين هدين اربعين الف او اجمع العمالة العادية لكل ربع من الاربع تاربع ابقى انا كده طلعت موازنة العمالة بالكمية اهو عاوز موازنة العمالة بالقيمة جاب لي قال لي معدل اجر الساعة للعمالة المهيرة عشرين جنيه في الساعة والعمالة العادية عشر جنيه في الساعة حاجة للعمالة المهيرة انا عندي ساعات العمل المباشر للعمالة العادية في الربع الاولين تبنتاشر الف ساعة هدربها في عشرين جنيه يديني تلتمية وستين الف جنيه. العمالة العادية حضرة بالاتنشر الف ساعة في عشرة جنيه اللي هو معدل اجر الساعي الديني مئة وعشرين الف جنيه. وهكذا لكل ايه? لكل ربع. وعلى مستوى السنة كلها ممكن اجمع العمالة الماهرة على مستوى الاربعة اربعة وحطها اطلع مليون ومتين الف او امسك الستين الف اضربها في عشرين جنيه اه معدل اجر الساعي الديني برضو مليون ومتين الف. نفس الشيء للعمالة العادية. ممكن بتاعتها او امسك الاربعين الف ساعة اضربها في عشر جنيه اه معدل اجر الساعة الجيني عندي هنا اربعمائة الف جنيه. بكده عملت اخر موازنة من موازنات الجارية اللي هي موازنة العمالة. الوقت احنا قولنا الفصل ده بتعلق بموازنات الجارية وخدنا اربع موازنات. آآ نوع التاني موازنات رأس منها. عداة الموازنات الرأس ترتبط بالمشروعات الاستثمارية اللي هي بتعود لاجل طويل. آآ بحاول ان انا استخدم فيها اساليب تقييم. الاساليب او معايير التقييم دي على اساس ان هي مشروعات بترتبط بفترة طويلة من السنوات. فبتبقى ما بلغ بتاعتها كبيرة. فبحاول ان انا يعني ما دخلش في المشروع آآ المعمل لتقييم واشوف المشروع ده هيكسبني ولا يخسرني. فآآ عندي المعايير التقييم او اساليب التقييم في عندي كتيرة. انا على سبيل المثال آآ بقبنا صافي قيمة الحالية فترج السرداد معدل العائد الداخلي معدل العائد المحاسبي. لو انا بصيت ليه اول حاجة اللي هي صافي القيمة الحالية. بيقولي لو انا عندي فيه مجموعة من البدائل ومعايا مبلغ معين عاوز استثمره. البدائل ديت هعمل مقارنة ما بين كل بديل وموجب صافي القيمة الحالية هاختاري البديل اللي هو زو اكبر صافي قيمة حالية وموجبها. بيقولي ترغب احدى الشركات استثمار مبلغ تلتمية وخمسين الف جليل انشاء احد المقترحات الاستثمارية. وتفر لدي البديلان التاليين. كل بديل اهل التدفقات الدخل المتوقع ليه. مشروع اكس مشروع واي. جيب لي كل سنة من سنوات اللي هي لخمس سنوات بيفترض خمس سنوات. واجمالي على مستوى مشروع اكس. واجمالي على مشروع مشروع واي. آآ بيقول لي معادي السعر الخاص من اللي انا هقدر اخصم به او اجيب معاملات القيمة الحالية اتناشر في المية. المطلوب مقارنة بين البديلين باستخدام اسلوب صافي القيمة الحالية. وتحديد اي المقترحين افضل اهلو اكس والا. عندي هحط طبعا هو هي بفترض ان هو بيجيب لي القيمة الحالية او معامل القيمة الحالية للجنيه خلال السنوات الخمسة في التمرين. فبحط مشروع اكس التدفقات بتاعته. آآ وبحط جنبه القيمة الحالية. والقيمة الحالية دي معناته ايه? معناته ان انا استحالة الجنيه السنة دي. هيبقى نفس الجنيه السنة جاية. هيبقى نفس الجنيه السنة اللي بعدها. او القوة الشرائية للجنيه. الجنيه السنة دي بيشتري مسلا على سبيل المثال آآ خمس آآ الغفع ايش? السنة الجاية ممكن تبقى قيمته مش جنيه تبقى قيمته تسعة وتمانين. سنة اللي بعد وهكزا. فدي اسمها معاملات القيمة الحالية واعتقد انت واخدنا في الادارة المالية مش مجنة. انا بجيبها جهزة. يبقى معامل القيمة الحالية عن السارق خاص من اللي هو جايبهولي. انا ما بكلفكش ان انت تتعب نفسك وتجيبه. بجيبه. العمود بتاع قيمة الحالية للجنيه. طيب المشروع اكس اللي هيجيب لي تدفقات منتظمة قدرها ميت الف جنيه لمدة خمس سنوات. حاجة كل سنة من السنوات هقولي الميت الف جنيه ديت هضربها في معامل القيمة الحالية يجيني تسعة وتمانين الف تلتمية. يعيبه بعد سنة الميت الف قيمتها مش هتبقى ميت الف هتبقى قيمتها تسعة وتمانين الف وتلتمية. هضرب الميت الف في معامل القيمة الحالية للسنة الدانية يجيني قيمة الحالية للتدفقات ديت تسعة وسبعين الف وسبعمية في السنة التالتة واحد وسبعين ومتين في السنة الرابعة تلاتة وستين وستمية في السنة الخمسة تسعة وخمسين وسبعمية مجموعة القيمة الحالية كان تلتمية تلاتة وستين الف وخمسمية يعني بعد خمس سنين كانت المجموعة التدفقات من غير ما اخذ فراتباري خصم او معامل القيمة الحالية كانت خمسمية الف لا القيمة الحالية بتاعتها الفعلية من جداول القيمة الحالية توصلت لها 363 500 المشروع Y جايب لي تدفقات بس مش منتظمة يعني في السنة القنية 50.000 80.000 في السنة التانية 120.000 في الثالثة 140.000 في الرابعة 110.000 طب القيمة الحالية بتاعته كام؟ هضرب برضو معامل القيمة الحالية لان حطا 893 من الف هضربها في 50.000 هدي الدين 44.650 797 من الف هضربها في 80.000 الديني 63.760 712.000 هضربها في 120.000 ديني 85.440 وهكذا اذا معامل القيمة الحالية في التدفق يديني القيمة الحالية للتدفق اجمع للمشروع هواية على مستوى السنوات الخمسة هيطلع لي 348.560 طيب حاجة اقول كده عندي القيمة الحالية للتدفقات النقدية هباحطها الاول اللي هي المشروع X 363.500 ناقص تكلفة الاستثمار المشروع دو احنا بنقول معنا 350.000 عاوزين نتكلف نعمل المشروع X ولا المشروع Y فبقول مشروع X عندي 363.500 ناقص 350 اداني رقم موجب 13.500 ده اسمه صافي القيمة الحالية القيمة الحالية للمشروع Y 348.560 هطرح منها تكلفة الاستثمار اللي هي تبقى واحدة في المشروعين 350.000 اداني رقم سالب 1440 معنى كده ان صافي القيمة الحالية بالسالب عشان افضل مشروع على مشروع وبديل على ما بديل بختار المشروع زو أكبر صافي قيمة حالية ولازم تكون موجبة تاني اسلوب او معيار للتقييم مشروعات استثمارية بالنسبة للموزن الرأس المالية هو فترة السرداد فترة السرداد بيقول لي الفترة اللازمة اللي خلالها هقصف تدفقات دخلة بتستردلي التدفقات الخارجة او تكلفة الايه المشروع او تكلفة الاستثمارية المشروع طب لما بقارن ما بين البدل بختار الاني مشروع او اني بديل اختار البديل اقل فترة السرداد ممكن طيب انا عندي بالنسبة لفترة السرداد بحلها بطريق دين طريقة الاولانية بفترض ان المشروع بيجيب لي تدفقات نقدية متساوية طوال مدة عمره الانتاج او حياته الانتاجية هحسبها ازاي التدفقات الخارجة اللي هي تكلفة الاستثمار او تكلفة المشروع بسميها برضو الاستثمار المدقي على صف التدفقات النقدية الدخلة من تشغيل المشروع هشوف عندي دين معارضة بسيطة جدا ويطلع لي النادج بالسنوات اه فبيقولي التمرين صفحة مية واستين لو كان احد المشروع تيتكلف ستمائة الف اه تدفق النقدية الصافي بتاعه اه خمسين الف لمدة خمساشر سنة احسب لي فترة السرداد ببساطة جديدة هقول تكلفة المشروع على التدفق النقدية هيديني اتناشر سنة يبقى هنا لو عنديك اكتر من بديل يعني بديل مثلا بحق فترة السرداد اتناشر سنة بديل خمس سنوات اختر ان يبديل زو اقل فترة السرداد ممكنة ده اذا كانت التدفقات النقدية اللي داخلها متساوي طيب لو كانت غير متساوية انا شوف بقى هنحلها ازاي بقول لي احدى مشروعات تكلفته ميتين الف اه تدفقات نقدية صافية داخلها طول مدة حياته خمسين الف ستين الف تمانين الف اه مية وخمسين الف في السنوات الاربعة احسب فترة السرداد وبالفرض ان قدرت فترة السرداد انا او العمر هنا تلت سنوات حدد القرار المناسب بعمل جدول ببساطة جديدة بحط عندي جدول اربع عمدة بحط العمود الاولاني للسنوات العمود التاني لاتدفقات الدخلة العمود التالت второй تدفقات التراقمية هنشوف هنجيبه ازاي العمود الاخلي تكلفة المشروع عندي تكلفة المشروع بعطاه عندي في السنة الاولاني دي بقول عليها السنة صفر اللي هي عند الانشاء اللي لسه مش هيجيلي اي حاجة فما فيش قدامة لا في تضفقات داخلها ولا تضفقات ترقمية بحط المتين الف وبعدين عندي السنوات الاربعة بحط اول عمود الارقام اللي جايلي في التمرين خمسين الف ستين الف تمانين الف مية وخمسين الف وبعدين تضفقات ترقمية معنة ايه هاجي على السنة الاولانية التضفق الداخل في السنة الاولانية كان العمود اللي قبله خمسين الف هحطه طب السنة التانية كانت في السنة اللي فاتت خمسين الف والسنة دي ستين ألف يبقى المجموع كام مية وعشر ألف ده اسمه التدفق الترقومي في السنة التانية طب في السنة التالتة كان معي مية وعشر ألف من المرة اللي فاتت ترقومية هيخشي لي كمان السنة التالتة تمانين ألف يبقى مية وعشر ألف زائد تمانين ألف يديني مية وتسعين ألف يبقى تدفق الترقومي للسنة التالتة مية وتسعين ألف طب السنة الرابعة هيخشي لي مية وخمسين ألف انا معايا تضافق طرقومي 190 الف بمرة اللي فاتت 190 الف زائد 150 الف السنة دي يديني 340 الف خلاص جبت كده تضافقات طرقومية انا عندي تكلفة المشروع كان 200 الف طب بصوا كده في تضافقات طرقومية 200 الف بتقع فين بتقع ما بين السنة الثالثة والربع يعني حديلي في السنة الثالثة زائد جزء من السنة الربع معرفوش يبقى اول فاتت السرداد عبارة عن معادلة ححط هتجيلي 3 سنوات اول حاجة ماشي طيب انا عندي تكلفة للسسمار كام 200 الف والتضافق الطرقومي في السنة الثالثة كام 190 الف يبقى هقول 200 الف ناقص 190 الف ماشي طب التضافق اللي داخل في السنة الرابعة كام 150 الف يبقى هقول المعادلة عشان اطلع جزء من السنة الرابعة هو قدي انا معرفوش 200 الف تكلفة المشروع للسسماري ناقص 190 الف اللي هو التضافق بتاع السنة اللي متأكدة ان هيجيلي فيها زائد الفرق ما بين عندي زائد اسفا هقسمه على 150 اللي هو التضافق بتاع السنة الرابعة 200 الف ناقص 190 الف تقاضي طبعا عن الاشارة هيديني 10 تلاف العشرة تلاف سما العشرة تلاف يعبر عن ايه الفرق بين تكليفة الاستثمار و الحد السنة احنا قلنا ان الميتين هتققوا ما بين 90 الف وما بين 340 الف يبقى الحد الاولاني او الحد الادنى او السنة التالتة اللي هي 190 الف يبقى 200 الف ناقص 190 الف يديني 10 تلاف اسمه على 150 الف هقول 3 سنوات زائد 10 تلاف على 150 الف لو انا اسمت العشرة تلاف على 150 الف هيديني 7 من 100 اذا فترة السردات 3 و 7 ده عشان اوصل لجزء من السنة انا ما اقدرش عرفه لان انت الدفقات هنا غير منتظم ده بالنسبة لفترة السردات في حالة عدم تساوي او عدم انتظام التدفقات النقدية طيب لو انا عندي كذا بديل لو انا عندي كذا بديل حقبة للمشروع زو اقل فترة السردات ممكنة يعني انا فترة السردات 3 سنين و 7 من 10 هيبقى افضل من مشروع تاني يجيب لي فترة السردات 4 ونص 4 سنين ونص لان اتفعنا من الاول ان بختار البديل زو اقل فترة السردات ممكنة اغر حاجة عندي اسلوب متواصل العائد على السردات هو معادل العائد المحساب طبقا لمعادل العائد المحساب بختار المشروعات سوء اعلى معادل العائد المحساب احنا عارفين معادل العائد المحساب بنحسبه على اساس الاستحقاق يعني صاف الربح اللي هو بيطلع من قيمة صاف الداخل بيطلع من قيمة الداخل وهو محسوب على اساس الاستحقاق بيقول لي عندي في تامرين صفحة 171 افترض ان المقترح تكلفة الاصلي المشروع عندي 200000 جنيه الحال انتاجها المقدرة 10 سنوات التضافق النقد الداخل السنوي 50000 المطلوب معادل العائد المحساب انا طبعا عشان نحسب معادل العائد المحساب لازم يكون عندي صاف الربح المحساب انا ما عنديش صاف الربح المحساب باضطر اجيبه ازاي انا ما عنديش اللي التضافق النقد والتضافق النقد في فرق بينه بين صاف الربح صاف الربح المحساب ده بيبقى على اساس استحقاق تضافق النقد بيبقى على اساس نقد الا انا ممكن بمنتهى البساطة هقول عندي الاهلاك هسيبه طبقا لطريقة القسط السابت العشر سنوات يبقى عندي المتين الف على عشر ديني قسط الاهلاك السنوي عندي عشرين الف طب عندي التدفق النقدي لو انا طرحت منه الاهلاك الرقم الناتج ده عبارة عن صافي الربح المعسابي يبقى اما يجي لك صافي الربح المعسابي جاهز او يجي عن طريق لفة اللفة دي انه يجي لك التدفق النقدي شيل منه قسط الاهلاك هيديك صافي الربح المحسابي هيبقى عندي في الباست صافي الربح المحاسبي المقام تكلفة الاستثمار او تكلفة المشروع يبقى عندي 200 الف على 10 اطلع ل20 الف تدفق النقدي عندي 50 الف 20 منه 20 الف يبقى صافي الربح المحاسبي 30 الف 30 الف لو انا اسمتهم على تكلفة الاستثمار وده ربط في 100 هيطلع لي 15 في المية طبعا لضيق الوقت انا الفصل الاخير مش هقدر ان انا اكمله نظرا للظروف الطرق اللي احنا اضطررنا ان احنا نسجل الملاف اتمنى ان شاء الله تكون محاضرات ميسارة وسهلة بالنسبة لكم وتفهموها وباذن الله بدعلكم ان ربنا يوفقكم وندعي كلنا ان ربنا يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء ويرفع عن العالم كله وان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التفوق ومش النجاح بس في المادة بتاعتي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة